أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نورت لي دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمين بمساكي مرحبا بكم مرحبا بكم شكرا شكرا إذن مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا ولدنا لأن ولدكم هما ولدنا عبر هذه الحصة هذه راح نحاول مع أخي السعيين نعطيكم النصائح موجهة للأولياء باش تساعدهم في تربية النشأ هذه الأطفال هذولين نحتاجوهم باش يكونوا خير خلف لخير سلف إذن مع أخي السعيين نستضيفهم في شدة المجالات باش ينورونا يعطيونا أفكار ويعطيونا نصائح لتفيدنا وتفيدكم يا أولياء في تربية أولادكم إذن اليوم موضوع موضوع مهم هو موضوع الرضاعة الرضاعة مهمة جدا شكولي مرضعش إذن اليوم عندنا أخي السعيين نتكلموا على هذا الموضوع هذا ليهمكم كثير إذن ترحبوا معايا كامل بالدكتورة علي باشا أنيسا مرحبا بك دكتورات خضلي خضلي مدام خضلي مدام شرفتينها شرفتينها مرحبا بك مرحبا بك وكذلك الأخي السعي في علم النفس وهي أم كذلك تفاحي هنية مرحبا بك مدام مرحبا بك شرفتينها وكذلك الأستاذ لابري نوردين اللي عنده أكثر من ثلاثين سنة في التربية مرحبا بك أستاذ مرحبا 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 أنا حبيت نفهم حبيت نفهم علاش حيا وكهذا أكترم قاعدوا يكترم مني أنا تاني اللولا نشكرهم ولادنا هذو أنا حياتي كلها مع الأولاد ما مش أطفاء لها داوي كبروا شوي الله يبارك وهم حبوني وأنا حبيتهم وباش يفهموني واشي يقولوا يسمعوا لي أنا دلت واحدة الشوفات هكذا جعلتهم يحبوني كما حبيتهم وكاينثل الصيني يقول كيف أعلمه وهو لا يحبوني ولهذا رانا نجحنا هه برابا 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 فضل السيد فضل 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 ودركا ترحبوا معايا كامل عبركم باللي في كل حلقة نجيبوا طفل طفل علاش باش يدير الواجبات المدرسية ينتعوا هنا في هذا المكتب هذا علاش باش الأطفال لما يشوفوا فينا يروحوا يديروا الواجبات المدرسية تاحهم إذا نرحبوا معايا بأيمن فضل أيمن مرحبا بك أيمن مرحبا بك كيف شرك؟ لا بس لا بس بخير واش الواجبات تاعك جيت تديرهم وانت فرحان وانت فرحان وانت جابك بالسيف فرحان فرحان ايا ملاح ملاح قولي أيمن الواجبات المدرسيان تاعك تديرهم كي تدخل من المدرسة تروح تديرهم تمتم ولا ترتاح شوية ولا تلعب شوية جو فيديو ولا ماش تدير ارتاح شوية وعندما نبدأ دي الواجبات تاعك وانت تدير الواجبات تاعك كل يوم ولا نهار بنهار ولا مين داك كل يوم كل يوم برافو ولا جو فيديو بزاف ولا شوية نقص شوية ايا مريح نقص شوية اذا جهزنا لك حنا هذا المكتب باش تروح تدير الواجبات تاعك تفضل عيمن بالتوفيق بالتوفيق وانتو ما تاني يا عدفاء لكم تشاهدوا فينا لازم تديروا الواجبات المدرسية تاعكم باش تنجحوا وحنا حابينكم تنجحوا اذا الموضوع اليوم هو موضوع الرضاعة الرضاعة مهمة جدا في حياة اطفالنا ومهمة جدا في صحة اطفالنا لذا اجبت معي اليوم اخي السائيين اللي راحين ينورونا في هذا الموضوع هذا حتى نعطيكم نصائح مفيدة انتم المرضيات وكم الناس اللي عنهم علاقة بالرضاعة عن قريب ولا عن بعيد اذا دكتورة علي باشا مرحبا بك اليوم شرفتينها شرفتينها ماذا بينا لو كانت تعطينا اهمية الرضاعة فترة الرضاعة يعني كيفاش ما هم النصائح اللي نقدروا للمرضيعات والناس اللي عنهم علاقة بالرضاعة عن قريب ومن بعيد فضلي اصد نشكركم على الاستئضافة ونبدأ بما ان هذه الرضاعة هو موضوع مهم كما تفضلت وقلت نبدأ بالآية القرآنية حيث الله عز وجل يقول في سورة البقرة والوالدات يرضيعنا اولادهن حولين كاملين يعني نعرفوا اهمية هذا الرضاعة مذكورة في القرآن مذكورة في القرآن وكذلك الأمهات نقدر نقول باللي كل أم تقدر تردع مكانش أم اللي تقول لك ما نقدرش نردع يعني مكانش منها هذي كله سيتون فينومن ناتوريل يعني هذي ظاهرة يعني كما نقوله باسيطة لكن الأمهات في اللولي خافوا منها كين اللي خافوا من الرداعة كين اللي تقول لك أنا ما نحبش نردع بلك منش عارف سكوف فيها حاجة على مورفولوجي ولا حاجة منش عارف حتى كانت في أوروبا النساء يخافنا على المظهر تاعهم كامل هذي في زمان لكن الآن تروح في فرنسا ولا ولا أي بلد أوروبية ولا أكتر من يعني نقوله 60% من النساء تحب تردع لأنها عرفت وش آمية هذا الرداعة وليما يردعوش كان دي لكتاريوم على إترانجي لكتاريوم يعني دي بانك دي هذو اللي بانك دي حيثوا اللي دي فام وين المرات روح تشري الحاليب كان دي ست لكتاريوم في فرنسا وين يعني اللي يبيعو نقدر نقوله 70 إلى 80 ألف لتر من الحاليب يباع حاليب الأم للأطفال للنساء اللي تحب تردعو لدها وما قدرتش ما قدرتش سواء الأسباب ما الأسباب تبيننا نعرفوا الأسباب هذه الأسباب هذا الأم بلك تعمل بزاف بس يعني في أوروبا الأم تخدم كم رجل والأوقات بزاف أوقات العمل مش كما إحنا عندنا أوقات الرضاعة يعني إحنا في بلدنا المرأة اللي تخدم عندها للزوغ داليتمون كي ما قلو مهم سيال فيوية تخسزة عندها زوج سويع يعني الحكومة تمدها لا مش تردعو لدها يعني سهلنا الأمور للأم التي تعمل يعني بالمرات كين أمراض اللي ما تخليش للمرأة تردعو مثلا كي تكون تاخد المرأة تكون يعني دارت عملية جراحية أو الأم اللي عما بعد سيزاريان أو تكون في الإنعاش هذا كل الوقت جوست أبقى الرضاعة يعني الراضيع يقدر يشد 48 إلى 78 ساعة بدون ما يشربوا له ولا يعطي ولو جو سيروم غلوكوزي دكتور ما دو بريفيرنس نفضل أن الأم جوست بعد يعني الولادة يجيبو لها الطفل تعها دجا باش تحن عليه قدس أن ديزاريان تحنى تحنى أن ياليد حب بين الطفل وأمه هذا سي تخزي أمور هذا التصال مهم هذا التصال يكون حنين بعد مام مام أو الرجل ما زالوا حنين لأنه أرضى حليب أمه حليب أمه وكان نحن نحن مع الأم هذا سي تخزي أستاذك تكون الأم مثلا مريضة دار بهالريح تردع أو لا تردع تردع ما كان حتى مشكل قلت لك غير ولا شربت دواء نتيبيوتي كان دواء الطبيب يعرفو شي يمد للمرأة يعني مليح أن المرأة بالضبط يعني المرأة لما تكون مريضة أو تكون مليح أنه تقول الطبيب يعني نردع شي مهم يعطي لهالدواء اللي ما يجوش في الحليب ولا اللي ما يضرش ولدها بالصح ما تحبش الردع جميل ما كاش حاجة تردع ولا شاف تقلت لك غير الزانتي انفلاماتور ضد الإلتهابات كان دي بروژوي هادو بزاف ولا كانسير ريجان ولا الأم تخلي ست ساعات تجبد الحليب بتاعها نقدر نقول الحليب الأم يبو يتغمي وغي فريجيراتور نحطو في الفريجيدار نحي بتتغلي نحي الأم تنحي الحليب بتاعها بتتغلي يعني أنا باري نقول جهاز ينحي الحليب يمص كما يمص للطفل ومبعد تحطو في الفريجيدار شحال تقدر يعني يقعد في 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 نحي ثمانية كات جور في كونجيناتور ربع شهور ربع شهور وبعد ما تنحي هذا كتف تخدم نقول تقول تخدم تاخد النوتيها في المطور نعم وبعد الأم تقول لي ما نحبش نعلم للوليد رضع بزيف خاطش مبعد كما نقدش نولي للعامل بعد ثلاثة شهور ياخي تفطمو نقول لها نو تكاين الميتود تحط حليبك في البراد وكي تنحي تسخنه ماشي يعني في كاسرونة وباماري كما نقول وباماري كاسرونة تدير فيها ماء وتسخن هذا الحليب بتاعها قيس ما يشربوا الطفل ماشي سخون بزاف ماشي ونقول لكم بالحليب الأم هو يعني معقم دافي ونقي واجد واجد ما ندلو ما نغليه واجد سبحان الله الأم لا ترحش تغسل ببرونات تاعها قد ما عقمتهم يكونوش معقيمين كي ما لوسا ماترنال سبحان الله سبحان الله ويكون المرض تسخن هاداك لحليب ببرون وبالك ولكو يلي تخيش يقولو لي شبهان الله وفيه تاني كميات من بروتينات لالطفل ما يحملهمش يعني الحليب الأم فيه الكميات تاع كل المواد اللي فيه كل حاجة موزونة موزونة بدقة موزونة موزونة بروتينات اللي ما توجهش في معدة الطفل وكانت خيخ تعاونوا على الهضم السريع وما تدير له ني كونستيباسيون ني دياغي سبحان الله إذا كانت لأم تردع ولدها وجاتوا يعني دياغي ما تحبش الحليب اه ما تحبش إذا كان يشرب ببرون حليب إصطناعي تبدل له حليب آخر دكور لكن بساف الناس نسمحهم يقولوا بلي الحليب هذا مخرجش على الوليدي لازم نبدل له ويروح عند الباديات تقولوا لا لا بدل له الحليب هذا وكامل أرور كله لماترنال كما كتقولي واجد معقم واجد بكمية ويعني وش يربح الطفل في هاد الحليب ووش تربح لأم يعني في زوج ربحين في زوج شفنا لكوته هادك أفكتيف الحبلية دوك نشوفو المالادي كن peut إفيت شي لانفان الطفل عنده دوك في هاد الحالي منصبوا لزيوم مينوغلوبيلين إي جي إي جي إي جي إي جي إي جي هادو مادات لي حفظوا الطفل ضد الالتهابات لبرونكيوليت نشوفو مرة كل يوم جيبوا ليدا كنسلتاصو مريك صدرو يسعل نيفو يسيل مادام تردعي وليدك لا لا شفتي القرعة أما الطفل هادا دونك دي منيوشون دي مالادي ما يمرش بزاف وليدها الله كانت الطفل اللي يكون يعني يرضع أمو ما يسمانش بزاف يكون صحيح بصح ما شيء مسمان دونك سا يفيد لوبزيت السومنة يساوي أمراض عديدة وهي أستاذة هي حقيقة في القرآن وكامل يقولوا عامين وكامل ولكن ما هي الفترة اللي لازم يعني لازم 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 الأم تردع وليدها يعني لابريود روكماندي يعني ماذا بينا نعرفه لأن الطفل يبدأ يأكل بعد ست شهور ماذا بينا دو برومي جو حتى الست شهور غير حالي ما فيهش الحضراء هذي بدوني قش بالصح بالصح حولين كاملا كما قال الله عز وجل في سورة البحرة لأن هذا الحليب ماذا بينا ممكن تفطنه يبدأ يأكل ماذا بيها تزيد تكمل تردعو بحليبتاها لأن لكون سترد هذا الحليب فوائد عظيمة وهذا الفوائد كيفاش يحبط الحليب نقولك كل ما الطفل يجب دير دعي إماه كل ما الحليب يتخدم بذب لأن كان السيستام في الريفلكس دوسيون كان ميساج يروح لإيبوفيس تقول باللي تبني هوجيعان والحليب ينزل بإذن الله سبحان الله لأن كذلك كان أمهات يدخلوا يردعو بسع تقول كنديل لأيتمون ميكس مرات نعطيلو فدار كندخل كنخرج نخلي المربي بيبغ لا لا خليلها حليبك لأن كل ما تحذفي إن تيته ينقص الحليب كل ما تمديله يزيد الحليب جميل وفي هذه الفترة من صفر من واحد إلى ست شهور الطفل يردعو غير حليبه شفنا الأم الذي يردع مدة سنة نعطي كنسير دو سن لأمهات يعني مرض سرطان لا يجيش عند الأم ثادية ودو سي كان بزر مرض سرطان هذه أمهات عام عام برك إيه من لا ردعت ست شهرين حتى شهرين أنت عندها فايدة هذه الأم سبحان الله ما يجيهاش لكون سي دو لوفير تعال بويضات ما يجيش مرض سرطان الحمد لله يعني فوائد فوائد عظيمة كبيرة كبيرة هذا الطفل ما يكون يكون قل نحنين ما يمرش بزاف يكون ذاكي 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 لأنه كان مادات في هذا الحليب يمد الذاكاء عند الطفل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله شفنا توازن بين وش تربح الأم وش يربح الطفل لما ما ليقولوا نظن بعد هذه الميسيون ما نظنش نشوف أم تقول ما نحبش نرد أنا حبيت جستما من خلال هذه الحصة هذه حبيت أننا نبينه الفوائد الفوائد نتاع الرضاع للأمهات لأنه أنا تلين نسمع هذا بالمرأة كأنساء ما يردعوش أنا نضب لي غالطين كما دركها ركي وضحتنا أستاذا باللي المرأة هذه غالطة لأن هذه التأتي هذه مهمة جدا مهمة وكي تلحيها هذه التأتي تأتي تأتي الحليب وكامل هي ستن 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 إكواشيون اللي لازم المرضيعة أنا نضب باللي المرأة قبل في الحمل الانتحة لازم ببتت فورمسيون لازم ببتت فورمسيون ببتت سنسيبليزيون ستن هني أنا مقبلة كنت أتكلم معك حبيتك وكان حقيقة أنا مقبلة دكتور علي باشرات كلمة على الكوتي أفكتيف اللي هو يخصك مباشرة الجانب النفسي وكامل ولكن بما أنك أم كذلك حبينا نعرف كذلك شعور على كل حال دكتور علي باشر راي أم وجدة جدة أي بارك مما دابنا تعطينا إحساسك إحساسك أنت وانت تردعي في طفلك كيفاش عاشت الرضاعة كيفاش ما دابنا ننسى لما نشوفوا فيك المرضيعات يدوا هذيك يعني الإحساس اللي كنت تحسي فيها وانت تردعي دعم شكرا الأخي يزيد والله يعني الرضاعة كما يقول لك لا مثيلة لها والإحساس بالأمومة أمثل كما نقول ولكن حاجة اللولة أن الأمهات مباشرة يعني إحنا بعد الرضاعة كما قالت الدكتورة بعد الولادة مباشرة بعد الولادة مباشرة تحط لك الصغير على الصدر من تموم بعد يأخذوا لك الصغير بعد نصف ساعة يعني الأم ومم يجيبو لها صغير تحت بحث عليه يعني تحت تحوس عليه أكيد هي ديجا غير يزيد البيبي يرفضهم الرجلي تبدأ تخزار صوت ويدا قالوا لها طفل ومباش تبدأ تشوف أسكو طفل ولا طفل تقعد هذا ذاك الشوق الأولي ومبعد غير يعت تردعي يعني كالنساء اللي تحير تقول لك بغي اكزام ما معرفش نردع وما يعرفش يردع ويا ما كاش من هي غير تحط الطفل على الحجرة حاسر ستنغف لك سنت تنخلح كيفاش هو راح سويسي وعرف بلاست الثدي سبحان الله هي غريزة فطرية وبيولوجية في نفس الوقت يعني تشوف كيفاش يعرف البيبي يحكم الماملون بلا من حرجو أنا عندي أربع أطفال بنت الكبرى تا 15 سنردعو كامل حولي كاملين الله يبارك الله يبارك تفيقة 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 تحية جميل جميل يعني أحيان يقولوا لي بغي نشوف هاي كده في الفام يقولوا لي البيبران شحد يقولوا لنا ما نعرف نحلي ما نعرف اسم ما نعرف بيبران كنت نشي بيبران برق جس بور تيزان من بعد تل من اللو بيبي والف لسن شو الحتل بيبران هادك ما يتحر والوش ما يعرش ما بوش مع انت هارت سبحان الله جميل 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 جدا جميل شكرا جميل جميل أستاذ لابريم حبيت نقش معاك جانب بسيط هكذا شفنا حتى حتى القوانين حتى يعني مهتم حتى المشرع لدي القانون مهتم بهذا الجانب هذا يعني حتى الأم المرضعة عندها بعض التسهيلات ونت في سلك التعليم ومنذ سنوات سنوات كم أكثر من ثلث عقود كم يقول قريب أربع عقود يعني صادفت هذا الموضوع هذا ماذا بينا تكلم عليها شوية هكذا يعني من جانب القانون يعني يعني كأب وك مربي وكمواطن شوف نظرا لأهمية الرضاعة كما تفضلت الدكتورة والدكتورة الأهمية تعرضها بالنسبة للطفل بالنسبة لنموه وبالنسبة لصحاته وبالنسبة لإعداده ليكون رجل الغد رجل الغد سليم بالضبط يكون سليم إذن عنده أهمية كبيرة فالدولة الجزائرية وفي إطار حقوق الإنسان دستور تعني كل دستير لمضات أو أغلب دستير دستير لمضات أعطات أهمية أعطات أهمية كبيرة لحقوق الإنسان صفة عامة صفة عامة وحقوق العامل وحقوق العامل أنا نظلم بالحق كي نعطوه المرضعار ونعطينا الحق للطفل كذلك أنا بديد بطفل يقول لك نظرا بديد بطفل إذن فكذلك لحقوق العامل فالدزائر مشيت مع الدول المتقدمة في إعطاء حقوق العمل وتطور العمل والعمل الصباحي يتمتع بحقوق كثيرة منها هذا العطلة أو الغياب نسموه نتاع الرضا فكانت فيه قوانين وجدت القوانين وتحسنت القوانين وكان المادة ميتين وربعتاش صدرت فيه الفين وستاش اللي تحدد مدة السماح الغياب هذا الغياب للعاملة ابتداء من انتهاء رطلة الأممة يعني رطلة الأممة في الوصول 90 يوم بعد ما ترجع إلى العمل عندها حق مدة عام على بلك كين دول اللي يكون جيد ماتنية هي 19 نعم العالم تختلف من بلد إلى بلد وكين حاجة وخرا مثل تقاعد مثل تقاعد على بلك باللي حتى الأب عنده كين دول في العالم أب عنده كونجيد ماترنيتي واسموه ماترنيتي إذا كان زوجان تعه ما تعملش حقه ياخد كونجيد ماترنيتي للأم بداب لكي تقدر تردع لازم زوج يساعدها لازم تكون بسيكولوجي كما تكون يكون عندها الاسترخات لا تكون مقلقة يساعدها لستخيص الزوج هذا نصحه لازم يعاون زوجته بداب بداب تتقلق تقول ماتر كامل لا تردعش بداب لا تشوفي القوانين في العالم فكرة في الرجل هذا لأنه عنده حق يساعد في تربية طبعا في تربية الطيف وصل في الجزائر القانون هذا يعطي للعاملة اللي ترضع لكل مرأة وضعت مرضعة مرضعة حتى ولوك ما ترضعش حتى ولوك بالضبط بالضبط لا تسموها لأفصانس داليتمو هاي عنده مدة عام في 6 شهر اللولة عندها ساعتين في اليوم وال6 شهور الأخيرة عندها ساعة عندها ساعة ولكن سيزيد هذا يتم بطريقة عادية وسهلة بالنسبة للموظفات أو العاملات في قطاعات أخرى يقول لا عوض باش تخرج على الرمعة وخرج على الزوج بضبط لكن في التعليم في التعليم شوية كان إشكاليا لماذا؟ لأن العاملة في قطاع آخر ستتركوا مكتبها أو تترك مصلحة هذه عندها قسم لكن معلمة ستترك لك 35 38 40 هنا في حلول على كل حال بالنسبة لإبتدائي لا يوجد مشكلة كبيرة لأن في الإبتدائي الحجم الساعي اللي يقرأ في الإبتدائي أقل تلميذي يخرج على ثلاثة ونص ثلاثة ونص إذن تتسراح وتروح تردع أما في المتوسط الثانوي هنا الأمور رجعة إلى رئيس المؤسسة يجب يدير توقيت وممكن جدا هذا التوقيت لأن المعلم أو الأستاذ في التعليم المتوسط عنده 30 ساعة أقصى شي يقريها يقريها 30 ساعة وأقل وفي الثانوي 16 ساعة فهنا هذا 22 ساعة أنا كمدير مؤسسة نقسمهم لها في الأسبوع وندير لها توقيت نجيب لها التلاميات خطينا لدينا تخصص في المتوسط يعني أستاذ رياضيات أستاذ اللغة كندير التوقيت نتاعي المرأة اللي ترضع نسهل عليها ونخرجها إما نخدمها غير صباح ولا شيء ما تخدمش ندير 22 ساعة أو 22 ساعة هي دين الوقت تحارب نعم ونخرجها على ثلاثة مثلا ووضعها على الخمسة كذا يعني يكون فيه يكون فيه تفاهم جميل جميل ومدفوع الأجر لا لا هذا قانون هذا قانون تربيا أنا مدبية أستاذة تعطينا بعض النصائح للمرذيات في عجالة هكذا يعني ببساطة كذلك باش من خلال هذ النصائح هذو ونفالي بوسي إن شاء الله باش يردعوا ولادهم خاصة ستشور لولا كيما قدرنا مقابلة مهم جدا ستشور لولين كيما قلنا مباشرة بعد الولادة الأم يعني عندها الكولوستروم الليباء نسمو هذ الحليب بسيطانلي إيبي فيها يعني أهمية يعني مهم جدا كالفيتامينا يحتاجهم الطفل حتى يعني لتسهل في النمو تعود حفظه باش ميزيت باش يميمرج تاني هذو الكولوستروم من أول إلى ستت ست أيام هذو الليباء الليباء ومبعد مستيام الاربعتاش اليوم سي دولي دو ترانزيسيون ومبعد الاربعتاش اليوم الفوخ سي دولي ماتور ليفي كيما قلنا المكوينة تقع ليحتاجوا جسم الطفل في النمو ذهني البسيكولوجي يعني كل واش يحتاج هذو الطفل حتى لما ما تمدلوش الأم الحليب هذك في كمية المال اللي لازم يعني يشبع وتانيت سبحان الله من ستة تاع الصباح إلى العاشرة الطفل يجوع كتر والحليب هذك يكون في المكوينة يحتاجهم الطفل سبحان الله يلي تخرجش للي هذك أما في الليل المكوينة هذو ينقصوا بش يرقود سبحان الله هذو المعلومات ما تعرفهمش الأمهات واش رح يتخسر كي ما تردعش وليدها وخلي خلي الانتليجانش قنا يكونوا يكون كل أطفال اللي ردعتهم الأمهاتهم ونا نعرف ممبرك يقولنا الأستاذ يسون تخيز إنتليجان أنا واحد مننا سقسيت الأمت يعني في كل مرة كنت سقسيها شحار ردعتيني وكامر قاتل ردعتك ودي حتى شبعت دانك انت تخيز إنتليجان مشاء الله الحمد لله يارب دانك الانسان هذي يكون تخيز إنتليجان حتى في المدرسة حتى بك يشارك مع الأطفال يكون يعني البسيكولوجي توضحنا يكون تخي تخي يعني أكتيف تكون ما يكونش مقلق ما يكون سرى تقلق هاداك تاني تعال لأم اللي تعطيله بيبران تكاليله وتروح ولا تخلي عند لها نوريسة هذا مشي ملي ها نزيد حاجة حاجة مهمة في بلادنا ما نقدرش نديرو لأكتار يوم سنون وليوغا خواه أخوات وليدها تقدر تردع لها ولدها بالصحة دوك الأولاد وليو خواه نسبا يوجد خواه 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 وليد كما قلت لازم تكون دون زون وليوغا كما نقول هما نقل هما نقل لأبي يمي تعني للتلقي حكامل تمال نصيد هم الأمهات تردع لوليدك ولقد تللالا نشدها مليح لازم نديها تردع أمامي نعطي لها بورو احنا في المرادية عندنا بورو خاص للأم اللي تحب تردع وليدها كيفاش نفهمها لازم تكون قاعدة قاعدة يعني سغن قاعد فوتا كما هذا والأخير تحط انكوسن ونتحطيدها الميلة بوزيسو كما قالت البسيكولوغ تعطيف ليكون لفنتر الطيف اللي حتي يدو علي لأم تاعو بشي يزيد الحنان ومبعد الريفلكس يجي نرمال ممص هذا يمص يدي الكمية اللي تحب اللي يحب دنك ان كار در انسان ان كار در ان اتر سان ولازم ستخز امبورتان تقرع هدك الطفل لازم يدل لغو تاعو بشي احطو إذا كان كان مشكلتان بعض الامة تقول كلدي يدقي بزاف يدقي بزاف للي تاعو تديرو شوية طالع هكذا ترمال شوية ملتحت ماشي مفوق باش الطفل يعني مي تقيا شو يعاودي شربي يدير انفوس غوت ولا ستخز امبورتان هدا وستدقودي نقولها سواء ميزي كلاسيك ولا قرآن ولا باش تكون تتقلق اللي تريحك ولا ما لازمش تكون مقلقة وتردعو بسك الطفل يحس يحس حتى يكون في بطن ومو الطفل يحس ولي شاف باللي لأم تقلقت في رأسها برك خليتها ديك فوق النار ما زال طيب ما زال هي تقدر مع نفسها الطفل يحس يجب درح صدقوني يجب سبحان الله دوني 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 ما لازم شي ما لازمش كم زال ما حاجة بسي فعليا نردعو لا بصح ولا تاخدو هكدا هي نجحة والطفل نجح بإذن الله الحمد لله مقبلة حبينا نتكلم على النقطة هذه النقطة تعال الراحة اللي تكنت تعالي هاد دكتور علي فاشا راحة الأم يعني وهي تردع يعني كيف تحس نفسها يعني والأم اللي ما تردعش كيف تحس نفسها يا هل ترى هذي النفسية هذي حبي تكتور حين هذي دكتور هي الأم لما تاخد الرضيع تح من بداية الأمر يكي تحطو في يدها الانضمام الانضمام إلى الصدر يكي تحطو هكدا الطفل هده عنده خمس ثقب ممكن ليكون شاطر هنا يعف وش معده خمس ثقب شون يقدر يعرف شون خمس ثقب طفل رعا صور رحو هنا قدام ماما ونح تردعو هي عدا علاقة بالحواس الخمس حاج اللولا عنده الأنف هو رح يرضع ويشم رائحة الأم هو يتدوق حليب الأم ويسمع الأم كما قالت الطبيبة أنه تكلم مثلا تحكي ياي تحكي وانت كنت في بطني والسني تحكي لغي الأشياء الإيجابية كيفاش نتظرناك يوم الميلاد إلى غير ذلك والحاجة اللي آخرة نقدر ننتبه لها الطفل أنه جيغك يحط يدو على ثدي الأم هو يعني لا شعور هو إحساس هذا الطفل لما يرضع فيزيولوجيا هو يشبه غريزة الجوع وفي نفس الوقت غريزة المشاعر في نفس الوقت نقله هذيك المشاعر عن طريق ذلك الحليب جميل يعني ما أروع الأم اللي تكون تردع والأم اللي تحط بيبرون وتعطيله هذيك الألة يردع فيها يعني بدون نقاش حديثة الولادة وش كنت مر بظروف جد صعبة سواء كان عن المستوى النفسي ولا الفيزيولوجي هنا لازم العائلة اللي تكون عيشة ما توفر لها إذا كانت عائلة كبيرة المحيط لعائلة لازم يوفر لها وإحنا دايما النفس يتهل فيها تقريبا أربعين يوم ومن ناحية الزوج لازم يكون مسؤول ويحس بالمسؤولية ونوجد أشياء كثيرة تغير هنا نتفاج كان مفاجآت لجينا أمهات مصابات بالاكتئاب بعد الولادة مباشرة هنا السؤال يكون حاضر الاكتئاب معبد البلدة هو اكتئاب عادي يمر على جميع الأمهات ولكن لا يدوم أكثر من 24 ساعة إذا فات الحد من 24 ساعة هنا حي تكون عنده أعراض مرادية هنا من بين الأسباب اللي قتلها للسيدة وعلى لا يردع لا يردع لا يمكن تردع ديك تزيد مباشرة يكون هنا كافطة ويأخذ الحليب الإصطناعي هنا يعني الأم لازم نوفروا لها الراحة باش تقدر تنتج لنا كما قال أكتر وأكتر بضب الله يخليك إذا إن شاء الله هتكونوا استفدتم من هذه المعلومات هذه الرضاعة مهمة مهمة جدا جدا وتقدروا توصلوا معنا وتشاركونا كذلك خبراتكم وتجاربكم عبر موقع الانترنت ولدنا تحتجنحنا بوان كوم ولا عبر صفحتنا الفيسبوك ولدنا تحتجنحنا السلام من حق إلى ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو نجد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدنا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم حب حمال لا مقهولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان